في إطار التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والتصدي لفيروس كورونا تواصل وزارة الصحاب التعاون والتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة جهودها للحد من انتشار الفيروس حيث بدأت يوم أمس بالزيارات التفتيشية على الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل التي يبلغ عددها 4200 منشأة من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية وتأتي هذه الإجراءات تزامنا مع تنفيذ قرار السماح بإعادة فتح الصالونات ومحلات الحلاقة منذ يوم أمس الذي جاء بناء على توصيات الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا حيث أصدرت وزيرة الصح قرارا بشأن الاشتراطات الواجب توفرها في الصالونات ومحلات التجميل للحد من انتشار كوفيد-19 جاء فيه التأكيد عن التزام الصالونات ومحلات الحلاقة والتجميل بالاشتراطات الصحية وعدم الإخلال بها في المحال التجارية والصناعية